وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتوسيع قاعدة المناقشات مع مستويات مختلفة من المطورين العقاريين وذلك لإحداث التوافق بشأن مشروع قانون التطوير العقارية جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء بحضور وزيري العدل والإسكان لبحث إجراءات تنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر تطرق الاجتماع لمراجعة الصورة النهائية لمشروع قرار رئيس الوزراء بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين تمهيدا لإصدار القرار والذي يعد خطوة سابقة لصدور مشروع القانون الذي تم إعداده بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع المطورين العقاريين